اشتركوا في القناة في مهرجان سنوي جامع لكل عناصر الفرجة بين أنشطة ثقافية متنوعة وسحر طلقة البرود ولوحات تراثية أبطالها فرسان على الجياد يرسمون في المضمار مشاهد تأسر الحاضرين ولا صوت يعلو فوق صهيل الخيول وذوي البرود طقوس حافلة بالدلالات والرموز التراثية يحتضنها مهرجان راسل العين الشاوية كأحد أبرز المهرجانات الوطنية لذلك تزينت الجماعة الترابية راسل العين الشاوية بإقليم السطات لاستقبال المشاركين والزوار التوقين لحضور النسخة 13 من مهرجانها السنوي المنظم من 23 يونيو إلى غاية 30 منه تظاهرة تأسست منذ سنوات خلت لتتحول إلى فرصة لخلق نموذج تنوي خاص بالمنطقة لذلك سنحاول اختزال بعض صور هذا الجمال في التقرير الذي أعده طاق موسكوب ما روك من قلب جماعة راسل العين الشاوية موسيقى تنظم جماعة راسل العين الشاوية بشراكة مع الجمعيات المحلية وبدعم من وزارة التقافة والتواصل قطاع التقافة نهرجانها السنوي في دورته الثالث عشر والمنظم تحت شعار الحماية الاجتماعية رؤية ملكية لتحقيق العدالة الاجتماعية هذا المهرجان لانتقل طرقة فعالية دياله منذ الثالث والعشرين يونيو وستستمر إلى غاية يوم أحد ثلاثين يونيو الفين وبرع وعشرين نحن كمجلس وكإدارة المهرجان منذ الدورة بمعيز الجمعية المحلية منذ الدورة السادسة نلقاش هدم المهرجان وسيلة من وسائل طرفه فقط وهو وسيلة من وسائل المهود بالتنمية الاجتماعية والتقافية وكذلك الاقتصادية فضمن عن ذلك فالمهرجان منذ تصليفه من ضمن المهرجانات المستوى الوطني أسباح كيلقاح الدعم ومن طرف الوزارة الوصية من طبيعة حال وزارة التقافة والتواصل والشباب في شخص قطاع التقافة فخلال هذه الفترة عرف البرنامج العام تنظيم عدة أنشطة متنوئة منها التقافية الرياضية الاجتماعية فضمن الألعاب التوردة حيث تشارك معنا في محرك الخيل ما يناهز من ربعين ألفا جاءتنا من ربع أنحاء المبلكة المغربية وبالتالي فالساكنة دير جماعة رسل العين وكذلك فعالية مجتمع المدني التي تعتبر سند الرئيسي في تنظيم هذه التظاهرات الحمد لله الكل متجمد الكل يعني تجمد خلال هذه أزيد من شهرين من أجل ينجح هذه التظاهرات التقافية الكبرى حقيقة هناك من يختلف معنا في الرأي في بلوء المهرجان وسيلة من وسائل بالإهضار المال العام نحن نقول لهؤلاء المهرجان فيما كترنا كترنا برنامج طبيعة حال هناك ثوائد هناك مهضة اجتماعية ثقافية رياضية وبالتالي فبرنامج الآن أيضاً كي تضمن الشيطات ثمية خلال أربع أيام بمشاركة مجموعة فوركوريا محلية ووطنية وهذا الفراق كاملة كلها تخلصها وزارة الثقافة وبالتالي في الجماعة كي يبقى عدد دور معنوي ولوجيستيكي هذا ولكين خساماً أوده باسم الخاص وباسم المجلس الجماعي وباسم الجمعيات المحلية وساكنة جماعة رصاية شاوية أن نستغل حلول ذكرى جلوس صاحب جلال الملك محمد السابس يصروا على عرش أسلافه الميانين طالبين من الله جلت قدرته أن يعيد أمثال هذه الذكرى على جلالته وأن يحفظوا في سمي وعهده الأمير المحلول مولي الحسان وشقيقي السعيد الأمير مولي رشيد وسائر أفراد الأسرة العلوية المجلة